سلمت رولا سيارتها إلى عامل الفالي باركينغ ودخلت إحدى المقاهي في منطقة الجميزي لتخرج وتجد سيارتها مسروقة وتتوالى المعلومات بعدها عن أنها في بريتال مع سيارات مواطنين آخرين مشاكل عمال المواقف مع الزبائن قديمة لكنها تعود إلى الواجهة مع ظهور تجاوزات يقوم بها موظفون كون بعضهم عصابات لسرقة السيارات وهم يعملون ضمن إطار شركات خاصة لا تستوفي الشروط المطلوبة ويتبين لاحقا أن لا علاقة للمطاعم أو المقاهي أو غيرها من المؤسسات بهم عدد قليل من الشركات تعمل وفق القانون في لبنان وحاصل على شهادة الأيزو التي تعطى حسب معايير عالمية للمؤسسات والشركات تنويها بمستوى الجودة والكفاءة الفرق بين الشباب اللي بيشتغلوا بشركتنا وبين الشباب اللي بيشتغلوا بغير الشركة أنه أنا اليوم الشاب أول ما يجي لعندي أقدم طلب بعرف من وراءه اللي بيجيبة من هوية لسجل عدلي لإفاة سكن لشات حسن السلوك وأنا كمان ببعث لوراء اللي بيجيبة إذا أريد كثيرا عن هويته على فرع المعلومات هني كمان بيعملوا بيفيشوها للهوية طبعا إذا كانت مزورة إذا كان مطلوب إذا كان على شيء بيشتغل المشكلة اليوم واحد بحب كثير سيارته إذا طلع غيرت له الكرسي قربتها ولا رجعتها بيعم مشكلة بيعم في زبون بيقولك أنا ضايع من سيارتي لابتوب طايع عوينات طايع سلولور بيصير في تحية عنا فرع فرع لكل شيء مشاكل بيصير مع الزبونات وعنا شخص مخول إنه يفاوض 24 على 7 بيطلوا متابع مع الزبون لحتى اللي تخلص المشكلة هيدول الشركة الغير مرخصة ما بيقزوني بالعكس هيدول بيقووني تيشوف الفرق اليوم بين شركتي وبين هيدول الشركة المش مرخصة اللي هني كما لتلك بالأول مجموعة شباب مجامعين حالون وعملية شركة عدد آخر غير محدد لا يلتزم بالقرار المشترك الصادر في أيلول عام 2011 عن وزارتي السياحة والداخلية والقاضي بأن تتقدم الشركات للحصول على رخصة من المحافظ لكن الملفت ما أوضحه وزير السياحة فدي عبود للمستقبل من أن عددا كبيرا من الشركات قدم أوراقه للمحافظ ولم يحصل على جواب منذ أكثر من شهر ما يعطي هذه الشركات الرخصة تلقائيا وفق القانون الموضوع والعبرة تبقى في التنفيذ على الأرض